حمداً ومصلياً وبعد إلى القيادة الموقرة لإمارة الإسلامية ومجاهدي الإسلام الأباد وأسر الكريمة لشهداء سبيل الحق وشعب أفغانستان المؤمن وجميع مسلمي العالم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهنئكم بحلول عيد الأضهى المبارك تقبل الله تاعتكم وعباداتكم وصدقاتكم وأضحياتكم وحجكم وجميع آمالكم الصالحة والأعياد في ديننا الحنيف أيام يجب أن تطهر فيها الصدور من الحسد والبغض والعداوة ها قد يمزي عامين على إقامة نظام إسلامي وأفغانستان تتنفس السعداء تحت ضل قيادة واحدة بعد عقدين ونصف العقد من الزمن والحمد لله عاد لشعبنا تلك الوحدة التي علمتنا إياها ديننا الحنيف وهي وحدة كلمة التوحيد المباركة ونحن شعب لنا جزول في أعماق التاريخ ولذا لم تهزمنا ولم تمزقنا محاولات زرع الفتن والشقاق بيننا خلال السنوات العشرين الماضية وها نحن الآن نقف من جديد في صف واحد كالبنيان المرسوس لقد استتبأ أمن شامل وتحققت العدالة ويدافع عن سلامة الأراضي وعن حلود البلاد فالحكومة مستمرة وبساط التغرسة والتجبر قد انتوى فالأرواح الجميع وأموالهم وأعراضهم مصونة وتم استعادة مئات الآلاف الأفدنة من الأراصي المقصوبة ووجد الجمال والبهاء في المدن وتستمر أعمال إعادة الإعمار كما تم حزر زراعة وترهيب المواد المخدرة وبإمكانيات ضئيلة تتم معالجة المدينين وأصبحت إراداتنا الجماركية والضريبية تذهب إلى عنوان مركزي موحد ورغم العقوبات والتحديات إلا أن تجارتنا لم تتوقف سواء على مستوى المنطقة أو العالم وعلى وتعالى ذلك فقد تم تصبيم مشاريع تعبيد الطرق السريعة وأصبحت بعضها في هيز التنفيج ورغم العقوبات المفروضة إلا أن النظام يصير على الإرادات المحلية ومن يوم لآخر تنضي الأمور نحو الأفضل وهذا النجاح أحيا لدي الأفغان شعور الثقة بالنفس وأنهم قادرون على القيام بالحكم بسواعدهم ومؤهلاتهم وإراداتهم إن الفساد الذي عم خلال السنوات الاحتلال العشرين الماضية حتى صار المحتلون يحسبونه جزءا من ثقافة الأفغان لكن بمجرد انتهاء الاحتلال طوي بساط الفساد فأصبح الشفافية حاكمة وهذه الشفافية والصدق تضمن الاتكاء بإرادات المحلية كما أن القوات الأمنية لله الحمد مدججة بعقيدة راسخة وإيمان صلب وأصلحة حديثة وتجهيزات عسكرية متطورة وتدريب قوي ومؤهنون لقضاء على أي تهديد داخلي أو أجنبي لقد أسقطنا جميع آلامنا الماضية من الحسبان من أجل مستقبل شعبنا وفتحنا أحضان التعامل للناس وللعالم أجمع ونرجو أن تدرك هذه النية لأن حل المسائل ممكن بالتعامل وبناء العلاقات والفلاصل تنجب الفواصل بحلول عيد الأصحى المبارك ولأجل إقامة أمن تام يؤمر جميع الحكام الولايات وقادات الشرطة بأن يتعاون ملجهات الأمنية المعنية خلال أيام العيد حتى تتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة رسالتي للمجاهدين أن يتعاملوا مع الناس بمحبة ورفق كما وجه بذلك سماحة أمير المؤمنين فضيلة الشيخ حفظه الله ووصية للشرطة من المجاهدين على وجه الخصوص كونوا مع الناس على نهو الذي يأمر به الأخلاق السامية للمجاهد ولتكن تصرفاتكم في استباب الأمن وتطبيق النظام على نهو الذي تقتضيه مسؤولية الشرطي واحذروا من إطلاق النيران الهوائية بمناسبة العيد ولا تسمحوا للناس أيضا أن يخلوا بالهدوء النفسي للمواطنين ومن أجل ممنوع وقوع الحوادث المرورية خلال أيام العيد فينهوه لجميع المواطنين أن يتبعوا الضوابط ويراعوا الإشارات المرورية وعلى المواطنين مراعاة الأوامر المذكورة والتوخي عن المخالفات القوانين وعند التخلف سيتم معاملة المخالفين وفق القانون كما أن مصليات العيد والمساجد التي تقام فيها صلاة العيد تخضأ لإجراءات الأمنية ونرجو من عام المواطنين التعاون والصبر في هذا الصدد طلبي من الشعب الكريم بأنه كما انتصر جهادنا المقدس بدعمكم وتضحياتكم فواصلوا على نفس العزيمة والإرادة دعم نزامكم الإسلامي فكل واحد منكم جندي من جنود هذا النظام ولا شك أن في حمايتكم ودعمكم خير دنياكم وأخراكم تعاونوا مع الشرطة والقوات الأمنية في استدباب الأمن أرجو أن تقضوا أيام العيد مع أسركم الكريمة في سعادة وسرور وأسأل الله العلي القدير أن يديم الإمارة الإسلامية والسلام على كل من اتبع الهدى فضيلة الشيخ الحاج خليفة سراجدين حقاني وزير الداخلية بالوكالة لإمارة الإسلامية الأفغانية ترجمة نانسي قنقر شكرا